اليرقة هي الطور الدار لحشرة الصانعات الانفاق والتي تصيب الكثير من المحاصيل الزراعية من بينها محصول البسلة وقد تلحق الحشرة بالنباتات خسائر بالغة في حال اهمالها وعدم مكافحتها على النحو المطلوب حيث تتغذى الحشرة على النسيج الوسطي بين بشرتين الورقة وتظهر الاصابة في صورة انفاق متعرجة وعند شدة الاصابة تدبل الاوراق وتجف وتسقط ويموت النبات اذوابة البيضاء من الحشرات الخطيرة الاخرى التي تهدد محصول البسلة لكونها تمتص العصارة النباتية وتفرز الندوة العسلية التي ينمو عليها فطر العفن الاسود وايضا لكونها تتسبب في نقل الامراض الفيروسية الخطيرة للنباتات الامر الذي قد يترتب عليه خسائر جسيمة في انتاجية الفدان انا بزرع بسلة من زمان يعني فعايز يعني اشوف ايه الحاجات اللي بيتتسبها ديت بيجيء فيها الزبابة كده الزبابة البيضة ديت والانفاء دوت الانفاء فعايز اشوف ايه يعني نعليجها ازاي البسلة طبعا زي ما احنا شايفين ده معاد عد على المعاد معاد الزراعة تقريبا 20 يوم احنا النهاردة في في شهر 12 معناها انني زارع او الارض دي مزروعة في شهر 11 النبات صحيا كويس والبسلة زي ما احنا عارفين ان هي من الخضر البخولية بتتعرض للاصابة بالعديد من الافات الحشرية احنا حاليا درجة حرارة الى حد ما بتعتبر درجة حرارة معتدلة وبالتالي حنلاحظ ان فيه اصابة بالافات الحشرية وزي ما احنا شفنا انني عندي فيه اصابة بصانعات الانفاء وفيه عندي اصابة بالزبابة البيضة ولكن بسلة بتصاب بالعديد من الافات بخلاف الافتين دولي منهم بتبدأ من الاول بالحفار والدودة الارضة وبعد كده هو تمنى الخوخ ثم صانعات الانفاء والزبابة البيضة وفيه الاخر وقت الحصاد او وقت المحصول وقت المحصول بنلاقي فيه اصابة بقافات بتصيب الايه بتصيب قرون اللوبيا لكن حاليا اللي موجود اللي هي صانعات الانفاق زي ما احنا شايفين كده الورق وطبعا هي الحشرة بتحط البيض البيض بيبدأ يفقس وبيدين يرقات اليرقات بتبدأ تتغزى فيه النسيج اللي موجود بين البشرة العليا والبشرة سفلة وبتعمل النفق بالشكل ده طبعا بالتقدم في الاصابة وبدرجة الحرار المناسبة بتبدأ تزيد وبتبدأ تتحركلي من تحت لأعلى طبعا الضرر بتاعها بيقع على النهية بتتغزى على انسيجة الورقة وفي النهاية نبص نلاقي النبات في حالة الاصابة الشديدة النبات كله كل الورق بيكون مغطى بالاصابة صانعات الانفاق من ضمن اعراض الاصابة طبعا زي ما احنا شايفين قلنا اللي هو الانفاق اللي موجودة بنشوف برضو اللي هي اليرقات بتاعتها بتكون موجودة داخل النفاق ثم في النهاية بتلاحظ ان العزرة موجودة على السطح العلوي للورقة وبتخرج عندي الحشرة الكاملة في النهاية اللي بتعيد عندي دورة حياة اذا الضرر بتاعها بيقع على ان هي بتتغزى على النسيج اللي موجود بين الورق بتحفر انفاق وفي النهاية بتعمل النبات كله بالانفاق وبيقل عملية التمثيل الضوي وفي النهاية بيقل عندي المحصول دي بالنسبة لصناعات انفاق اللي هي موجودة حاليا وده عرض الاصابة بتاعها اول ما بتصيب النبات بتصيب لي الورق الفلقي الورق الفلقي نهون اللي هو طالع بعد البزرة دي بزرة الزراعة دي حبة التقاوي اللي بتتحط في الارض طبعا هي متعاملة بالمبيد الفطري بعد ما بتنبت البزرة بتبدأ تديني الورق الفلقي اول ما بتظهر عندي بتظهر في الورق الفلقي بعد كده بتطلع على الورق الحقيقي ثم الى القمة النامية بتاعة النبات ده باختصار اعراض الاصابة بتاعة صناعات الانفاق في عندي آفة تانية نهاردة برضو شفناها موجودة في الأرض اللي هي الزبابة البيضة والزبابة البيضة طبعا بتعتبر من أخطر الآفات اللي بتصيب الخضر بصفة عامة والبقوليات بصفة خاصة الزبابة البيضة طبعا بتتغزة بتمتص عصارة النبات وبتظهر عندي في بقع صفراء في الورق وممكن تظهر أعراض فيراسية وهي بتنقل حوالي 22 مرض فيراسي لمعظم نباتات الخضر فلما بتصيب عندي البسلة قد تنقل البسلة مرض فيراسي في النهاية بيتقزم النبات ويموت عندي النبات من جراء الإصابة دي هي الآفات الحالية اللي موجودة النهاردة ودي بترجع للظروف الجوية المناسبة للآفات الحشرية نسبة للآفات اللي موجودة النهاردة دي احنا يطالب المزارع بالآتي أول حاجة عملية من البداية خلص من بداية التجهيز عملية الحرط التسميد العضوي لابد أن المزارع بيضيف عندي سماد عضوي متحلل خالي من بزور الحشايش خالي من الأمراض خالي من النيماتودة بعد كده هوت عملية الحرط بتتم بصورة صحيحة بيحرط الأرض ثلاث سكات كل سكة متعمدة على السكة التانية بيضيف السماد العضوي المتحلل بيخطط بيء المعدل المناسب بيزرع فيه التوقيت المناسب بيزرع اللي هو الصنف المناسب طبعا هو زرع عندي هنا زرع اللي هو المسطر بيه أو اللي بنقول عليها اسمها البسلة السكرية والبسلة السكرية طبعا هي محصول عمره قصير وبيديني أو نبات عمره قصير وبيديني محصول سريعا يعني بعد ثلاث شهور ممكن أجمع البسلة وأتخلص منها طبعا البسلة بتفيد التربة وبالتالي بتسبتلي النتروجين أو بتدي التربة النتروجين إذن أنا في الحالة دي بقلل التسميد النتروجيني وفي نفس التوقيت بأعمل تسميد متزن ما بين النتروجين وما بين الفوسفور وما بين البوتاسيوم دولي المعدلة السمادية بتاعت البسلة لابد تكون معادلة سمادية متزنة علشان ما أديش الفرصة للقفات الأخرى بالانتشار زي المن في الحالة دي أنا لما بقدي التسميد المتزن أنا بقلل حركة الحشرات اللي هي زي الزبابة البيضة وزي صناعات الأنفاء لما بدي التسميد البوتاسي معناه أنني بعوق تغزية الزبابة البيضة الزبابة البيضة عايزة نبات العصارة بتاعته بتكون فيها وفرة في أحماط أمانية حرة موجودة بيكون الورق غض وبالتالي بتبدأ تتغزى وبتكمل دورة حياتها من ضمن العمليات أنني ممكن بأركب المصيد اللاصقة الصفرة اللي هي بتجمعها للزبابة البيضة المصادر اللاصقة الصفرة بتتحط في الجهة البحرية اللي هي اتجاه هبوب الريح أنا بالشكل ده أنا ممكن بقلل التعداد أو بيلتصق عدد كبير جدا من الزبابة البيضة في أول حقل وبقلل من التعداد بتاعها بعد كده هوت يعني إحنا بنشتغل بالموبيدات الموصبة بيها من قبل وزارة الزراعة الموبيدات اللي هي إحنا بنشتغل بيها على صناعات الأنفاء وعلى الزبابة البيضة في كتير جدا من الموبيدات وهذه الموبيدات موصبة بها من قبل وزارة الزراعة المزارع عارفها والمهندس الزراعة عارفها اللي هو المسؤول من خلال الجمعية اللي الأرض بتكون تاب عليها التخلص من الحشائش وعدم الإسراف في التسميد الأزوتي هما عادة كلمة السر في تقليل خطر الإصابة بكثير من الآفات الحشرية التي تهاجم المحاصيل لا سيما محصول البسلة وتبقى الوقاية دائما خير من العلاج لأنها توفر على المزارع عبء النفقات الإضافية التي تتكلفها الموبيدات المستخدمة في المكافحة العلاجية كما توفر على البيئة التلوث الناجم عن استخدام تلك الموبيدات اشتركوا في القناة